إذن سلاحه والعدامات في الداخل الإيراني يرافقه سلاح الاغتيالات لكل معارض أو مواطن رافض للدويلة في العواصم التي تجاهر باحتلالها إيران من يعرفون بثوار التشرين واجهوا القتل الممنهج في العراق حيث هتفوا العراق حرة حرة إيران بره بره ولا ينسى الباحث هشام الهاشمي حين تم اغتياله ليتبين بعد التحقيقات أن ميليشيا حزب الله العراقي وراء العملية وفي لبنان مسلسل الاغتيالات طويل طويل بداية من رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وصولا للباحث والناشط لقمان سليم وما بينهما وفيها جميعا كان دور ميليشيا الحزب جليا ومثبتا وبالمؤزاء جيش حزب الله الإلكتروني يهدي دول يتوعد كل معارض أو رافض لدولته في لبنان إضافة لغزوات موثقة في السابع من أيار أو في محاولة غزو عين الرمانة في بيروت في اليمن الوضع لا يحتاج تفسيرا فالاغتيالات داخل صنعاء منعت أي صوت معارض للانقلاب من الحديث ومن اتخاذ العاصمة مسكنا له أما الأسرة فتتم تصفيتهم وآخرهم خبر أشرنا إليه قبل قليل إلى سوريا حيث الإبادة لشعب انطفت ولا تقتصر العمليات على اغتيالات فقط مشهد سوريا الدموي الطويل لا يحتاج شرحا في هذه الجزئية نبحث هذه الاستراتيجية القاتلة التي ينتهجها النظام الإيراني وتنتهجه ميليشياته إن مع شعبه أو مع شعوب الدول التي يحتلها